السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكل متابعين قناة اكلنا بالمصري معكم هويدة محمود ان شاء الله النهاردة هعمل اللحمة بطريقة بسيطة جدا لكن الطعم هيكون مميز في طريقة النهاردة انا هستعمل دبس الرمان وده بيضيف طعم مميز اوي للاصناف اللي احنا بنعملها طريقة النهاردة سهلة اوي بسيطة والمكونات كمان او الاضافات اللي هنستخدمها بسيطة يلا بينا نشوف الطريقة ونسمي الله واول حاجة طبعا هنبدأ بيها هو تشويح اللحمة في حل غويطة هحط معلقتين صغيرين من السمن البلدي او اي نوع سمن يعني بنفضل اللي احنا نستخدمه ومع حوالي ربع كوبية صغيرة من الزيت هسيب السمن والزيت يسخنه اوي بعد كده هنزل اللحمة بالشكل ده احنا هنا بنقول ايه هنعمل صدمة للحمة فيه متابعة في مرة قالتلي انا بسخن السمنة وبنزل اللحمة بالشكل ده ومش بتعمل لها صدمة ولا حاجة وبلاقي ان اللحمة نزلت المياه اللي فيها كلها اللي هنعمله حاجة واحدة ان احنا هنستخدم حالة تكون واسعة والسمنة او الزيت يسخنه كويس اوي ونوزع قطع اللحمة بالشكل ده زي ما هنشوف دلوقتي كده مفيش مياه نزلت من اللحمة خالص انا احيانا لما بستعجل على اللحمة يعني وما بخليش لسمنة تسخن قوي بلاقي فعلا ان اللحمة نزلت المياه بتاعتها لكن بالشكل ده وبالطريقة دي مش هتنزل المياه خالص وهتحتفز بالسوايل بتاعتها جواه هسيب بقى اللحمة يعني تاخد كده لون بسيط وهقطع في الفترة دي بصلتين بحجمه وسط وتلات قرون من الفلفل الرومي واحدة تين كبار من القماطم هقطعهم لحيطة صغيرة هرجع للحمة هي اخدت لون بسيط وهبتدي بقى ان انا اشوح كده لحد ما تاخد لون من كل الجوانب هنزل على اللحمة مقدار البصل والفلفل والطماطم في الاول يعني هنزل البصل بس هدي تشويحة كده للبصل علشان الطماطم لو انا نزلتها في الاول هتطلع برضو المياه بتاعتها على طول والبصل يعني مش هيتبل يعني هيبتدي نويشرب مية القوطة وهيبقى طري من البداية يعني انا عايزة طعم البصل يظهر في الاول بعد كده هنزل بقى الفلفل والطماطم هقلبهم بقى كلهم مع بعض علشان الفلفل والطماطم هم كمان يتبلوا ياخدوا تشويحة كده مع اللحمة هتبتدي بقى الطماطم تنزل المياه بتاعتها هكون محضرة مية سخنة علشان ازود بها اللحمة طبعا الطماطم والفلفل والبصل انا نقطعهم يعني مكعبات هم مش هيبانوا دلوقتي يعني ممكن نقطعهم شرايح اي حاجة لان في النهاية هم هيدوبوا خالص وهيعملوا صاص كده مش مش هيبقوا يعني قطع زي ما هم فنقدر ان احنا نقطعهم باي شكل كده خلاص انا قلبت الفلفل والبصل والطماطم مع اللحمة كويس والطماطم كمان يعني نزلت المياه بتاعتها زي ما حضرانكم شايفين كده هبتدي بقى انا ازود بالمياه السخنة وهخلي اللحمة بس تغلي غلوتين كده يعني دقيقتين تلاتة اه على نار عالية اه بعد كده بخلي النار متوسطة وبسيبها لحد ما اه تبتدي تستوي اه هي هنا كده يعني ما استويتش سوا كامل اه لكن يعني دخلت في سوا فلسه فيها كمية كبيرة من السوائل اه هغطيها تاني وهسيبها لحد ما اللحمة تبتدي انها تستوي ولو لاحظنا ان المياه نشفت ولسه اللحمة نية هنزودها تاني شوية من المياه السخنة كده هي خلاص استويت والبصل داب وبقى عامل السوس الجميل ده هي كده طعمها هايل يعني من غير اي اضافات لكن برضو احنا هنحط لها الاضافات بتاعتها علشان نزبط الطعم اكتر واكتر واول حاجة هستخدمها الملح ومقدار الملح ده حسب الرغبة يعني نزوده نقلله حسب ما احنا بنفضل بعد كده هحتاج لنص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود بعدها ربع معلقة صغيرة من الحبهان الناعم ونص معلقة صغيرة من ورق اللورة الناعم لو ما عندناش الورق اللورة والحبهان الناعم نقدر نستخدم ايه لصحيح بس يعني بعد ما نخلص كده الوصفة ندور عليهم ونطلحهم علشان ما يجوش مع حد كده وهو بيأكل بعد كده ضفت نص معلقة صغيرة من البهارات اللي هي بهارات اللحمة واخر حاجة بقى هستعملها دبس الرمان انا استعملت معلقتين كبار لقيت ان دبس الرمان عندي تقيل شوية ونازل بصعوبة فبعد كده حطته في المعلقة يعني علشان تشوفوا المقدار اللي انا استخدمته قلبتهم مع بعض كويس يعني دقيقتين كده بعد كده شلت اللحمة من على النار هي طبعا كانت استاوت انا حطيت الاضافات اللي حضراتكم شوفتوها دي يعني الحبهان والفلفل الاسود في الاخر بعد اللحمة ما استاوت وبعد كده دبس الرمان وقلبتهم لمدة دقيقتين دبس الرمان طبعا ليه فواية كبيرة جدا اه وكمان بيضيف طعم حلو قوي للصوص بتاع اللحمة اه طريقة اللحمة دي بسيطة قوي مكونات كمان بسيطة اه لكن هتكون مختلفة عن الطرق العادية اللي احنا بنعملها نلاقي ان اللصوص اللي مع اللحمة كده يعني فيه مزازة بسيطة وطعم مختلف شوية اه لكن ان شاء الله يعني لما هتجربوها هتعجبكم جدا ونقدر ان احنا نعتمد على الوصفة دي لو مستعجلين يعني طريقتها بسيطة في التحضير والمكونات كمان من الوصفات اللي سهل قوي مش بتاخد وقت وبتطلع بطعم لذيذ جدا اتمنى ان شاء الله انكم تجربوها والسلام عليكم ورحمة